مرحبا بيكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا إنما المشركون نجس والسؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب ونشوف السؤال بيقول ايه؟ هل كان جد النبي ووالده ووالدته مؤمنين بالله وبجميع الرسل الذين كانوا قبل النبي في واحد بعد سؤال بيسأل عن أبو وأمو جد الرسول الإسلام هل كانوا مؤمنين بالله وجميع الرسل وخيشوا في الإجابة الكلام في جد رسول الله فرع عن كلام في حكم أهل الفترة والفترة معناها كما قال ابن كثير هي ما بين كل النبيين كان قتاع الرسالة بين عيسى ومحمد وقبامكم المرجع أول حاجة تكلم عن جد رسول الإسلام وقال إن حكم حكم أهل الفترة واستشعر بتفسير ابن كثير النبيين عيسى ومحمد فين قتاع الرسالة والناس اللي في الفترة دي اسمهم أهل الفترة وخيرا نكمل الإجابة قد قصمهم أهل العلم إلى قسمين القسم الأول من بلغته الدعوة والقسم الثاني من لم تبلغوا الدعوة وبقى على حين غفلته يبقى القسم الأول من أهل الفترة بلغته الدعوة والقسم الثاني ما بلغتوش وحلينا نكامل الإجابة ويشمل القسم الأول نوعين من من بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك كقصة ابن ساعدة وزيد ابن عمر ابن نفيل ومن بلغته الدعوة ولكن غير وأشرك كعمر ابن لحي الذي غير دين إبراهيم والذي قال فيه النبي رأيت عمر ابن عامر ابن لحي الخزاعي يجر قصب في النار وهنا راح ذكر لنا نوعين من أهل الفترة اللي بلغتهم الدعوة الناس بلغتهم الدعوة ما أشركوش زي قيس بن ساعدة وعمر ابن زيد ابن نفيل وناس بلغتهم الدعوة وأشركو زي رأيت عمر ابن عامر ابن لحي الخزاعي يجر قصب في النار وخلينا نكمل الإجابة وقد جاء النص عن النبي بأن والديه في النار وده روا مسلم وعند رجل قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قضى دعاه فقال إن أبي وأبك في النار وفي شأن أمه قال استأذنت ربي أستغفر الأمي فلم أن أذن لي واستأذنت عن أذور قبراء فأذن لي وده في مسلم وهنا قال لنا إن والد الرسول وأمه في النار واستشهد بأحاديث من المسلم إن الرسول قل لو واحد كان بيسألنا أنا أبوه فين أبوي قال له إيه أبوك في النار فرح الرسول الإسلام قال له أبي وأبك في النار وحديث ثاني استأذنت رب أن نستغفر لأمي فالله ما أزنلوش وهنا فيه مشكلة كبيرة قوي القرآن بيقول في سورة التوبة 28 يا أيها الذين أبنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم حيث وإن خفتم ميلة فسوف يغنيكم والله من فضل إن شاء إن الله عليهم نحكي تعالوا نشوف تفسير القرطبي لسورة التوبة 28 بتقول إيه في سبع مسائل الأولى قوله يا أيها الذين أمانوا إنما المشركون نجس ابتداء وخبر واختلف العلماء في معنى وصف المشركون بالنجس وقال قتادة ومعمر ابن راشد وغيرهما لأنه جنوب غسله من الجنابة ليس بغسله وقال ابن عباس وغيره بل معنى الشرك هو الذي نجسه ابن عباس بيقول إنما الشرك هو اللي بينجس الإنسان يعني أبو الرسول الإسلام كده إيه نجس وقاموا كمان نكسة لأنهم مشركين وشركهم هو لنجسهم بنص الآية وتفسير ابن عباس وخلينا نكمل الإجابة يقول النووي شارحا لحديث الأول وفيه إن من مات في الفطرة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوسان فهو من أهل النار وليس هذا مؤاخذ قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم الدعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلى الله عليه وده في شرح صحيح مسلم وهنا بيقول لنا إن النووي بيقول إن محدش لي حجة لو من أهل الفطرة اللي في النار دولة عبادة أوسان ليه لأنهم بلغتهم دعوة إبراهيم وأنبياء التعني وخلينا نكمل الإجابة هذا وقد حاول بعض أهل العلم الدفاع عن والدي النبي والحكم بالنجاتهم أن الله تعالى أحياهما بعد موتهما فأسلم وأمنا بالنبي ثم مات على ذلك واستدل على هذا بأحاديث موضوع وضعيفة جدا لا يصح الاستدلال بهم وقد رد العلماء ذلك قال العظيم أبادي كل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وسلم وإيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مجذوب مفترة وبعضه ضعيف جدا لا يصح بحال الاتفاق أئمة الحديث على وضعه وضعف قدر قطني وإلى آخر الأسماء اللي هتشوفوها قدامكم على الشاشة ودلوقتي يعني أي حد يحب يدافع عن أبو أم رسول الإسلام ويقول إن ده الله أحياهم وأمنوا بيه وبعدين ماتوا تاني كل دي أحاديث ضعيفة يعني محدش يحاول دول كانوا وسانيين وفي النار ومشركين وإنما المشركين نجس أو إنما المشركون نجس نكمل الإجابة ويجب علينا أن ندرك أن النسب لا ينجي الإنسان من عزب الله يقول النووي من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه كربط المقربين ولم يكن حكم والدي النبي وجده بدعا في ذلك فقد أصر والد إبراهيم عليه السلام على الكفر حتى مات على ذلك فتبرق منه إبراهيم كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم إلى آخر سورة التوبة 114 بل أن النبي يقرر هذا الأمر بجلاء وذلك حين نزلت عليه الآية وانزر عشيرتك الأقربين سورة التشعراء 214 إلى آخر الاستشهادات وإنتوا تكملوا بقي الكلام وبيقول كده وينبغي على كل مسلم أن لا يحكم عاطفته في رسول الله وقرابته دنامى حجة وبينة من علم فيبوء بالخسارة في الدنيا والآخرة والله المستعين يعني هنا بيقول لنا أن النسب لا ينجي الإنسان من العذاب وده مش حاجة غريبة أن أبو أمو جد الرسول يكونوا في النار واستشهد بصحي مسلم وقايت من القرآن وهنا يجي السؤال المهم إيه اللي يخلي الله يختار نبيه متربف بيئة أوسانية وعابد للأوسان وخلينا نكمل الكلام ونشوف الكلام من سورة الضحة 7 بتقول إيه تفسير التبري وجدك ضالا فهدى وجدك ضالا فهدى تفسير التبري بيقول على غير الذي أنت عليه اليوم وعن السدين وجدك ضالا قال كان على أمر قومه أربعين عاما وقيل عنيا بذلك ووجدك في قومه ضلال فهدك يبقى الرسول كان على أمر قومه أربعين سنة وساني هل ممكن الله يختارنا بوساني من بيئة وسانية وكمان خلينا نشوف سورة المدسر تفسير التبري عن ابن عباس وقوله وارجزة فهجر يقول والسخت وهو الأصنام عن مجاهد وقوله قال الأوسان وعن مجاهد وأكرمة بيقول وردو الأوسان وقاتادة بيقول أساف ونائلة هم صنمان كان في البيت يمسح وجوهما من أتى عليهم فأمر الله أن يكتنبهما ويتزلهما يعني الرسول كان عبد وسان وبيقول له كده وارجزة فهجر وكمان كان بيمارس العبادات الوسانية وهي الزبحة عن نصب وده هنلاقي فين في فتح الباري بشرح صحيح البخاري والمرجع قدامكم يقول كده في حديث زيد بن حارسة خركت مع رسول الله يوما من مكة وهو مردفي فزبحنا شيء على بعض الأنصاب فأنضجناها فلقينا زيد بن عمر فذكر الحديث مطولا وفيه قال زيد إني لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه وقال الدوودي كان النبي قبل المبعث يجانب المشركين في عدتهم لكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر الزبح وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم والسؤال اللي أنا هسيبه آخر الحلقة هل ممكن تصدق أن الله يختار واحد عائلته كلها وسانية وهو كمان وسني غاية 40 سنة من عمره بيمارس التقوص الوسانية وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر